موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنوين الحراك التونسي يدعو إلى حل البرلمان نهائيا وإجراء انتخابات مبكرة لقاء أردغان ودبيبا في اسطنبول يركز على الاستثمار ويغفل ملف المسلحين الأجانب رئيس الوزراء العراقي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات أكبر ولاية ألمانية تستعد لإقرار مشروع قانون لحصار الحركات المتطرفة من عنوين الحصاد إلى تفاصيل أهلا بحضراتكم دعا قياديون في حراك الخامس والعشرين من يوليو في تونس إلى حل البرلمان بشكل نهائي وإلى استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد من ناحية أخرى بدأت السلطات التونسية تحقيقا في عقد يعتقد أن حركة النهضة أبرمته مع شركة علاقات عامة أمريكية بهدف القيام بأعمال دعائية في الولايات المتحدة بينما يترقب الشارع التونسي خطوات جديدة من مؤسسة الرئاسة بشأن إدارة المرحلة المقبلة دعا حراك الخامس والعشرين من يوليو إلى حل البرلمان نهائيا وإلى إجراء استفتاء وانتخابات مبكرة كما أعلن الحراك رفض الحوار أو العودة للمنظومة القديمة وطالب باستحداث نظام سياسي وانتخابي جديد هذه الدعوة تزامنت مع الكشف عن تحقيق جديد تجريه السلطات التونسية في عقد مثير للجدل يشتبه في أن النهضة أبرمته مع شركة أمريكية للعلاقات العامة بعد أيام من قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد البرلماني وإقالة رئيس الحكومة ونشر موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين شركة ومؤسسة مقرها في لندن تحمل اسم حزب النهضة وهو ينص على دفع ثلاثين ألف دولار للشركة مقابل توفيرها خدمات استشارية لمدة شهرين بهدف المساعدة في الوصول إلى شخصيات لها تأثيرها في الساحة الأمريكية وتقديم دعم في مجال الإعلام وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس إن وحدة أمنية بدأت البحث في مصدر الوثيقة وهويتها بينما نفت حركة النهضة أي علاقة لها بهذه الوثيقة وكان القضاء التونسي قد أعلن منتصف الشهر الماضي بدأ تحقيق في شبهات بتلقي أحزاب سياسية بينها النهضة تمويلا من الخارج لحملة انتخابات عام 2009 ولمتابعة المشهد التونسي ينضم إلينا وصفي تصول الكاتب والباحث والسياسي بعد تحية أستاذ وصفي ما هو الذي يتوقعه الشارع التونسي من الرئيس خلال الفترة القديمة لأنه على ما يبدو هناك توقعات ما بشأن إدارة المرحلة المقبلة ما هي أهم هذه العنوين التي توقعها الشارع مساء الخير من أهم المطالب والأسئلة والتوقعات وكذلك الانتظارات في الشارع التونسي هو تركيز الحكومة الجديدة وخاصة الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المرتقب طبعا رئيس الجمهورية بدأ العمل بالمراسيم الرئاسية وسد الثغورات في بعض الوزرات خاصة وزارة الصحة ووزارة المالية بتكليف مسيرين على رأس هذه الوزارات وكذلك وزارة الداخلية الشارع التونسي ما زال ينتظر من رئيس الجمهورية الإعلان عن اسم رئيس الحكومة التونسي القادم وكذلك تشكيلة الحكومة كاملة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية المهمة جدا وما نقرأه في الرأي العام التونسي وما نلاحظه وما نتحسسه ونلمسه في فضاءات التواصل الاجتماعي في تصريحات المواطنين في نداءات المواطنين هي إيجاد حل نهائي لهذا البرلمان أعتقد أن الشارع التونسي في أغلب أطيافه السياسية أصبح رافضا لعودة البرلمان بتريقتها القديمة فإما عودة البرلمان بتشكيلة ربما برلمانية جديدة وبتحويل وتحولات في التركيبة البرلمانية وفي طريقة عمل مجلس نواب أو ممكن الذهاب إلى حل البرلمان نهائيا والدعوة لانتخابات أستاذ بصيلة هذا فعليا ما تشير إليه حضرتك أستاذ واصفي وما طلب به حراكة 25 من يوليو هو طلب بحل البرلمان نهائيا وأجراء انتخابات والذهاب إلى أجراء استفتاء لكن السؤال هنا يعني ما مدى وقعية هذه المطالب في ظل هذه التفاعلات السياسية التي تحدث على مدار الساعة في تونس أعتقد أنه من التجربة التونسية التي أصبحت ترتكز على مؤسسات دستورية قوية وكذلك على مؤسسات وطنية ومنظمات وطنية يعني قوية وصلبة هذه المطالب لها صداها في الأوساط السياسية يعني مطلب مثلا حل مجلس النواب أو تعليق عمل مجلس النواب والتمديد في تعليق عمل مجلس النواب هو يعني مطلب من فئة واسعة جدا من التونسيين والتونسيات لكن لا بد أن يبقى في إطارها الرسمي وفي إطارها الدستورية وفي إطارها القانوني وفي الإطار المؤسساتي هذا أولا ثانيا فيما يخص حرك 25 جوليا أو هكذا أطلقوا على التسمي على أنفسهم يعني والذين قاموا بندوة صحفية اليوم هناك يعني حتى من أوساط رئيس الجمهورية يعتبرون هؤلاء يعني دخلاء ربما أو مستغلين للموقف ولا يمثلون مشروع رئيس الجمهورية أنا من خلال حديثي مع عديد المقربين من المجموعات التي يعني ساندت تحرك 25 جوليا وساندت قرارات رئيس الجمهورية هؤلاء يعني تنصلهم المجموعة التي أعلنت عن نفسها اليوم بل ويعتبرونهم يعني يستغلون الفرصة ويخطبونهم لكنهم يعني يطالبون الشخصية حتى يتهمونهم يعني سواصفي بما يعني تطالب بي حضرتك حتى على الأقل وما نسمعه أيضا من الشارع يعني الحراك تحدث عن رفض الحوار أو العودة إلى المنظومة القديمة بل إنه طالب باستحداث نظام سياسي وانتخابي جديد بمعنى هل النظام السياسي المعمول به الآن غير مقبول في الشارع التونسي بهذا الشكل هذا تقريبا شبه اتفاق وشبه إجماع عام في تونس وأن المنظومة السياسية التي حكمت تونس والمنظومة الحكومية التي حكمت تونس من 2021 لمدة عشر سنوات لابد لها أن ترحن هذه صفحة وطوية أؤكد لك أن هذه صفحة وطوية المرحلة الثانية هي التعديل النظام الانتخابي ومنه تعديل النظام السياسي يعني كيف سنتخب نواب الشعب وكيف سنتخب رئيس الجمهورية وبناء على ماذا تعديل النظام الانتخابي وتعديل النظام السياسي نظام الحكم هو مطلب شعبي ومطلب واسع جدا من فئات الشعب التونسي لا بل مطلب حتى جزء من المنظومة الحالية الحاكمة التي استفادت من هذا النظام هي جزء مهم منها يطالب بتعديل هذا النظام لأنه أثبت فشلة في إدارة الشؤون التونسية يعني تشتيت الصلط وتشتيت الصلاحيات وتشتيت تسيير دولي بالدولة بين مؤسسات الرئاسة وكذلك طريقة الانتخاب على القائمات الانتخابية وهذه التعلات وهذه الفصول الانتخابية القانونية المفصلة على القياس لفائدة جهة سياسية معينة كما حدث في 2011 و2014 و2019 لا بد أن ينتهي هذا مطلب تقريبا شبه إجماع لدفئات الشعب التونسي تبقى الطريقة كيف هل سنذهب لاستفتاء هل سنذهب لمراسيم رئاسية نواصل بها هل هناك دعوة مباشرة من رئيس الجمهورية لانتخابات هل هناك استقالات وحل مجلس نواب الشعب يتطلب استقالة 70 نائب لحل مجلس نواب الشعب وهذه الفرضية كذلك متروحة يعني نحن ننتظر كل هذه السيناريوية لكن كل سيناريو متروحة للطاولة لا بد أن يكون في إطار المؤسسات الدستورية في إطار مؤسسات الدولة ويستجيب لمطالب الشعب ومطالب الشعب من أهمها هو أولا القطع مع المنظومة التي حكمت تونس وأفسدت في تونس لمدة عشر سنوات وثانيا إصلاح هذا النظام الانتخابي وهذا النظام السياسي الذي تأكد فشل في تونس ولا بد من تغييره وصفي بصيلة الكاتب والباحث السياسي متحدثا إلينا من تونس شكرا جزيلا لك في سياق متصل أعرب رئيس تونسي قيس سعيد عن شكره لدولة الإمارات على تضامونها مع تونس في هذا الظرف الوبائي وسياسي وخلال لقائه أنور جرقاش المستشارة الدبلوماسية لرئيس الإماراتي قال سعيد إنه اتخذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة من جانبه قال جرقاش إن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس سعيد كما أكد استعداد الإمارات لدعم تونس علاقتنا مع تونس هي علاقة حية وعلاقة إيجابية ويعمل في دولة الإمارات 25 ألف تونسي هم جالية حية إيجابية مبدعة ويمثلون أفضل ما تراه في تونس والتي عرفت دائما بإرثها التاريخي وبقدراتها البشرية كما اطلعت من فخامة الرئيس التونسي على الوضع الحالي في تونس وعلى جهوده المصبة لحماية الدولة وعلى مشاريعه لتعزيز كفاءة الدولة التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد بيبة رئيس تركي رجب طيب أردغان في اسطنبول تمخذ اللقاء عن اتفاقيات تصب في الجانب الاقتصادي وحجم تجارة بين البلدين فيما لم تشر أي مصادر إلى تناول ملف العسكري وإخراج المسلحين من ليبيا لقاء جديد يجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لتبيبة بالرئيس التركي رجب طيب أردغان في اسطنبول بالإضافة إلى وفد ليبي كبير شارك في المحادثات مع الجانب التركي مباحثات نتج عنها اتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة ترابلس في أكتوبر المقبل وبحضور أردغان ومناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وضرورة معالجة المشاكل القائمة بخصوص خطابات الضمان والديون المتراكمة ووضع تسهيلات إدارية وفنية لزيادة حجم التبادل التجاري ويرى متابعون أن اللقاء جاء في مجماله اقتصاديا ولم يشر إلى بعض القضايا العالقة بين البلدين كمسألة الوجود العسكري التركي ووجود المسلحين الأجانب الذين أرسلتهم أنقراء إلى ليبيا وهي القضية التي تشغل المجتمع الدولي والداخل الليبي وتتناقض مع القرارات الدولية وكانت تصريحات سابقة لوزير الدفاع التركي شددت على أن أنقراء عازمة على مواصلة دعم ليبيا عسكريا وأن التعاون العسكري المشترك هو لصالح ليبيا وفقا للتفاهمات بين الطرفين على حد قوله إلى ذلك قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية أن أنقراء ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا ما يعني وفق مراقبين أن استخدام النفوف العسكري جاء لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال ملف الإعمار فيما تستمر أنقراء بإرسال شحنات الأسلحة والطائرات المسيرة إلى طرابلس لتنتهك بذلك القرارات الدولية ومن مدينة سبها ليبيا ينضم إلينا إدريس أحميدا صحفي والباحث السياسي بعد تحية أستاذ إدريس إذا كان المتابعون يرون أن هذا اللقاء في مجمله كان اقتصاديا بعيدا عن موضوعات وملفات مهمة منها الوجود التركي في ليبيا منها المسلحين ملف المسلحين الأجانب ألا يثير ذلك أسئلة لديك؟ نعم مما لا شك فيه أن الواقع الليبي واضح وتواجد التركي وغيرها من المرتزقة موجودة في ليبيا وهناك قرارات دولية بالخصوص ونداعات ومطالبات في إخراج التواجد الأجنب ومنها المرتزقة وقوات التركية إلا أن هناك علاقات أخرى اقتصادية بين ليبيا وتركيا كانت منذ سنوات طويلة منذ النظام السابق وكانت هناك عقود وتعاملات اقتصادية هذه التي أكدت عليها حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الزيارة ومن خلال اجتماع المجلس التعاون الاستراتيجي الأول فملف التواجد للقوات الأجنبية وتواجد التركي وهو مطروح للنقاش ولكن هذه الزيارة وكما سمعنا تحدث عن اتفاقيات وعن أيضا شراكة اقتصادية وأيضا عن اجتماع مرتقب في شهر أكتوبر اجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي هناك في الواقع بعض المراقبين من ربط بين مسألة الوجود العسكري التركي في ليبيا ومسألة إعادة الإعمار بمعنى الإشارة هنا إلى فكرة توظيف الوجود العسكري للاستفادة القصوى من ملف إعادة الإعمار فهل نجحت تركيا فعلا في هذه المعادلة بهذا الشكل؟ نعم الوضع في ليبيا واضح وأيضا الأزمة الليبية كبيرة وأيضا الإشكاليات كبيرة وليبيا بحاجة إلى حلحلة مشاكلها وأيضا البحث عن مصالحها وأيضا البحث عن الاستقرار فأمام كل ذلك تجد ليبيا نفسها في هذا الأمر وتبحث عن حلول اقتصادية وكما أسلفت تركيا دولة مهمة لليبيا وترقب بعلاقات قديمة واتفاقيات فلا مانع من استخدام الجانب الاقتصادي لأن الدول مصالح وتعاملات فلكل دولة مصلحة والمهم أن كل دولة كيف تبحث عن مصالح المهم الليبيون كيف يبحثون عن مصالحهم وأين يرون مصلحتهم وبما يضمن السيادة ويضمن استقرار وهل هنا السؤال من مصلحة ليبيا الوجود العسكري التركي ووجود هذه الميرشيات تقصد؟ نعم هذا موضوع في قرارات دولية في مطالبات أيضا رئيس الحكومة تحدث أنه سوف يناقش هذا الأمر موضوع أخراج القوات التركية وأيضا المرتزقة هذا أمر مفروغ منه وهناك مطالبات ولا غبار عن هذا المطلب ولكن في نفس الإطار هناك إجراءات لأن الوجود هو واضح التواجد التركي وغير التواجد التركي وقوات الأجنبية وغيرها في ليبيا وهناك قرارات دولية هذا أمر واضح وليس مخفي على الجميع على مستوى التعامل الاقتصادي دعنا نتحدث عنه في هذا الملف بين تركيا وليبيا أشرت أن هناك اتفاقيات سابقة بين الحكومة السابقة حكومة السراج والنظام في تركيا هل هنا فقط المسألة تدور في فلك الحكومة أم أن البرلمان سيكون له دور أيضا مفترض أن يكون له دور؟ نعم لا أود أن نوضح أن هناك تعاقدات وهناك تعاملات اقتصادية بين ليبيا وتركيا من قبل 2011 ومشاريع متوقفة وأيضا ليبيا بحاجة لأعمار فهذه مواضيع مهمة وليبيا محتاجة إلى عادة الاستقرار وأيضا توجه إلى التنمية وتوجه إلى البحث عن مصالحها وأن نعرف أن ليبيا تعالي من إشكاليات كثيرة توقف عجلة التنمية البنى التحتية أيضا موضوع الكهرباء الذي يورق المواطن الليبي فتبحث الحكومة عن مخرج وتبحث عن تعاملات أو علاقات اقتصادية وتركيا قريبة ولها مشاريع ولها ديون سابقة فبكل تأكيد أن هذا سوف يجعل من القضايا الأخرى العالقة أو يسهل من حال حالة أعتقد أنها سوف يسهل من حال حالة القضايا الأخرى العالقة إدريس أحميد الصحفي والباحث السياسي شكرا جزيلا لك اقترح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات وإقناعها بالعدول عن قرارها جاء هذا خلال اجتماع ضم قوى سياسية ورؤساء البرلمان ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق وأكد القاظم تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وذكر بيان حكومي أن رئاسات والقوى السياسية أجمعت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ويتواصل الجدل حول إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل هذا فضلا عن الدعوة لحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية فبينما صوت مجلس النواب العراقي بحل المجلس قبل ثلاثة أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات فالبعض يرى الأمر بأنه مخالفة دستورية وتصريحات الكتل السياسية عن حل المجلس النواب هي دعاية انتخابية جدل سياسي واسع أثاره قرار البرلمان العراقي بحل نفسه قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل فالبعض اعتبر الأمر مخالفة للدستور الذي تنص مواده على ضرورة حل البرلمان قبل شهرين من إجراء الانتخابات يجب أن يكون هناك ترتيب الأولويات وفق مقتضيات المصلحة العامة وأن يقف جميع القوى السياسية في خط شروع واحد والانطلاق في السباق الانتخابي وإن كان هناك استحقاق ليأخذ من بعض الانتخابات قرار البرلمان جاء بينما توالت انسحابات الأحزاب السياسية من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة والتي رفضت شرعية هذه الانتخابات وأشككت في نزحتها ما هي دلالة هذه الانتخابات؟ ما هي مدى عاكسة للرأي العام الشعبي للرادة الشعبية؟ وبالتالي هناك شكوك ستثار بشأن شرعيتها ومشروعيتها وفاعليتها أما الشارع العراقي فيبدو متبين الأراء بين من يرى أن تأجيل الانتخابات ضروري وبين من يذهب إلى أهمية إجرائها في الموعد المحدد الانتخابات تجير بوقتها يحل نفسه تجير انتخابات حتى تكون حكومة قوية وكتلة قوية تدير الحكومة العراقية لكن وذا يبقى المماطلة قسم البرلمانيين لا يريد الانتخابات إلى التأجيل الانتخابات أما تتأجل لأن هناك كتل سياسية سحبت أيضا وعلى رئيسها عياد علاوي وغيرها من الكتل الكبيرة ولم يسبق أن أعلنت قوان سياسية بهذا الحجم انسحابها من الانتخابات في دوراتها الأربع السابقة منذ عام 2003 هناك ثمة مخاوف وشكوك بدأت تساور الأحزاب السياسية في العراق بإمكانية إجراء انتخابات حرة وفي موعدها المحدد خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب بإلغاء تلك الانتخابات والمخاوف والخلافات ما بين الأحزاب الدينية فيما بينها والأحزاب المدنية أيضا من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد ولتحليل المشهد في العراق ينضم إلينا من القاهرة دكتور رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي وأستاذ العلوم السياسية بعد تحية دكتور بصراحة شديدة وسط هذا التفاعل في الأوساط السياسية العراقية هل يمكن لمقترح رئيس الوزراء الكاظمي بتشكيل لجنة من قوى سياسية مختلفة لمحاورة الكتل المعارضة للانتخابات والأحزاب السياسية هل يمكن لها أن تقنع هذه الكتل فعلا بالعدول عن رأيها وأن توافق للذهاب إلى الانتخابات تحية تريق بمقامك الكريم سيدي وسيدات وسادة مشاهدي قناتكم والحقيقة هذا سؤال حمال أوجوه تحديدا في إجابتهم أولا ما زالت إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات هذا ليس إصرارا بقدر ما هو مطلب شعبي جماهيري ومحاولة الممحكات السياسية ومحاولة بعض القوى لعدم المشاركة في الانتخابات إلى الآن لم يجوا إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها في بير حصادي هذا اليوم لم يحصل انسحاب بمعنى الانسحاب الرسمي لأنه قانون الانتخابات العراقي لا يسمح من انسحابات هذا واحد مين؟ كل القوى التي تحدثت عن الانسحابات اليوم تسير بشكل طبيعي في دعاياها الانتخابية بمعنى أنه كل من تحدث عن انسحابة وعدم مشاركة بالانتخابات وإلى الآن جماهيرة أو المرشحيين مرشحيتي كالحزاب يقوموا من عملية الدعايا الانتخابية بالتالي لقاء السيد الكاظمي سادر إيس الجمهورية ومجلس النوافر ومجلس القضاء الأعلى وعدد من القيادات السياسية طبعا كان يوم ليل جمعة كان هناك اجتماع كبير لقوى الشعية التي هي تشكل القوى الأكبر في العملية الانتخابية كان القرار واضح بالمشاركة سأقول لك شيء واحد هذه الانتخابات هذه الانتخابات هدف أساسي لحكومة السيد الكاظم بمعنى أنها تعرف جيدا بأنها هي حكومة انتقالية تريد أن تخرج العراق من حالة الركود السياسي الذي عاشه منذ عام 2003 وما أعقبها من جمود سياسي وصولا إلى عام 2019 حيث حب الشالة العراقي محاولا بعد هذه الطبقة السياسية هو مطلب شعبي ومطلب جماهيري تحاول هذه الحكومة أن تنجزهم هذه القوى التي أمامك اليوم تراها تريد أن لا تفقد مكاسبها تعرف جيدا بأن الانتخابات سواء كانت الآن مبكرة في العاشر من أكتوبر أو في موعدها في التاسع من سبتمبر أيلول 22 في كل الحالتين طبعا طيب يا دكتور لماذا يتعلن في العلن الرفض لكن أنت تقول على الأرض هم ما زالوا يسيرون في دعايتهم يعني ما هذا الانفصام الواضح سؤال جيد هناك انفصام طبعا يعني رب سائل يسأل كيف لهذا الشعب وهذا جزء من العقلية العراقية يعني شخص العراقي أو الشخصية العراقية هي شخصية زدواجية تراه يضحك وباكيا ويبكي ضحكا وهذه شخصية حللها وأستاذنا في علوم الاجتماع تكفر على الوردي هذه شخصية زدواجية في الشخصية العراقية الحقيقة الشخصية السياسية العراقية هي في ذات الوقت شخصية زدواجية بمعنى أنه محاولة تكسب الشارع محاولة تكسب الأصوات محاولة الابتعاد عن مسؤولية ما حصل للعراق أمر يحاول أو تحاول هذه القوى السياسية القول بأنه نحن لسنا يعني لسنا مرحبين بالمشاركة في عملية سياسية فيها مشكلة فيها إشكالية بمعنى أنه هذه القوى السياسية تعرف جيدا بأنه هي تريد أن تستقطب الجماهير فقدت الكثير من أرضيتها الجماهيرية يعني بمعنى أوضح سأقول لك شيء ربما يستغل لكثير حتى السنة في العراق 21-71 مقعد انتخابي الآن لن يحصلوا على هذا العدد بمعنى أنه لن يحصلوا على هذا العدد الكمي ولن يحصلوا على هذا العدد النوعي بمعنى أن هناك نواب لن ينتخبوا لو لاحظت وسائل تواصل الاجتماعي السوشال ميديان انتقادات لشخصيات ترشح نفسها في مناطق خلينا نقول من المزوجين السنية لا يعرفها سكان هذه المناطق وهذا القانون الانتخابي قانون الانتخابات قانون سيء جدا قانون مضيعة بطريقة سيئة جدا بمعنى أن هذا القانون الذي قال بأنه بشكل واضح لن يسمح للأحزاب التي تحمل أو لديها ميليشيات مسلحة بشركة في الانتخابات جزء كبير مما تراهم اليوم أمامك الآن في هذه اللقطات والجمهور العراقي يعرف جيدا هؤلاء يمتلكون ميليشيات مسلحة بمعنى أن هذه الانتخابات بشكل العام حتى إذا ظهرت بهذا النتاج لن تكون مرضية للشعب العراقي في إطار الحديث عن التفاعلات العملية الانتخابية مجلس النواب العراقي صوت بحل نفسه قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات مع أنه كان يقال دستوريا لابد أن يحل المجلس قبل شهرين من إجراء الانتخابات هل هذه مسألة شكلية بالنسبة لك أم مسألة جوهرية لا 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 هذه ليست هذه طبعا هذه واحدة شوف واحدة أيضا من من الشخصية العراقية التي بالدهاية أيضا شخصية عربية وشخصية التعامر والمؤامرة وخيال المؤامرة يتصور الكثير من أعضاء مجلس النواب أنه إذا حل نفسهم قبل حل أنفسهم حل المجلس قبل ستين يوم ستسبح هذه الفرصة بأن ينقل بسيد الكاظمي عليهم وبالتالي لن تجرى الانتخابات ولا يوجد من يراقب أداء حكومة السيد الكاظمي هذا غير صحيح طبعا هذه البدعة البدعة ابتدعها بعض السياسيون الذين المقربون بالشكل واضح من إيران لأنه يخشون جيدا أو يعرفون جيدا بأنه ربما ربما مع هذا الزخم الجواهيري المؤيد لحكومة الكاظمي شوف حكومة السيد الكاظمي لسالة العراقيين كثيرا وسالة العراقيين بطريقة مختلفة هل تعتقدون أن هذه الحكومة إذا لم تجرى الانتخابات تستطيع أنه خلال سنة أو سنتين أن تحقق نتائج على الأرض سيقوم بشكل واضح جواب نعم نريد أن تبقى هذه الحكومة رغم أنه السيد الكاظمي وحكومة الكاظمي لا يرغبون بالبقاء يريدون أن اخراج العراق ووصولها إلى مرحلة حكومة مستقرة ثابتة لها مجلس نواب قادر على أن يدير شؤون البلاد ويعطي قرارات جيدة الآن هذه الثلاثة أيام هي محاولة من هذه القوى المقربة بين المزوجين من إيران خوفا على أن تنقل الحكومة الكاظمية عليه من القاهرة دكتور رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي وأستاذ العلوم السياسية أشكرك شكرا جزيلا لهذه الإضاحات حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل مجلس وشيوخ الأمريكي صوتوا على خطة بايدل للبنى التحتية السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج اعتبارا من الاثنين المقبل أهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بهم عنوينه الحراكة تونسية يدعو إلى حل البرلمان نهائيا وإجراء انتخابات مبكرة لقاء أردغان ودبيبة في اسطنبول يركز على الاستثمار ويغفل ملف المسلحين الأجانب رئيس الوزراء العراقي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات أكبر ولاية ألمانية تستعد لإقرار مشروع قانون لحسار الحركات المتطرفة تتزايد التحركات في ألمانيا لمواجهة ما يعتبرونه خطر الحركات المتطرفة في هذا الإطار يبرز مشروع قرار يخضع للدراسة في برلمان ولاية شمال الراين واستفاليا أكبر ولاية ألمانية لحسار هذه الحركات وتجريدها من أدوات التأثير ملفات عدة على أجندة الأحزاب الألمانية قبيل الانتخابات العامة في سبتمبر المقبل قضايا داخلية وأخرى دولية لكن ماذا عن جماعات الإسلام السياسي؟ هل هي على أجندة الانتخابات أو ضمن هذه الملفات؟ الصحفي والخبير في شؤون الألمانية هاني دانيال يقول إن بعض الأحزاب طرحت سابقا مشروعا لمراقبة المساجد ومعرفة مصادر تمويلها فهي الفترة الحالية هي تشهد مجموعة من النقاشات والحوارات المختلفة ما بين هل هناك إمكانية لمنع التمويل الخارجي عن المساجد ولا ممكن الحكومة الألمانية نفسها تمول المساجد عشان يبقى هذا ما قال عليه وزير الداخلية الألمانية قال إحنا عايزين إسلام ألماني سيفيم داجديلين نائبة ألمانية عن حزب اليسار قالت في تصريحات سابقة إن شبكة أردوغان المتطرفة تشكل تهديدا للأمن العام في ألمانيا ويجب تفكيكها بدلا من دعمها في إشارة إلى تمويل مساجد يديرها الاتحاد الإسلامي التركي ديتيب بأموال دفعي الضرائب في بعض الولايات الألمانية الآن هناك محاولة لاستغلال ما يعرف بمحاربة التطرف ومحاربة الإسلام السياسي من خلال حظر الجمعيات ملاحقة الجمعيات ووضع هذه الجمعيات ضمن المنظمات التي يحضر نشاطها في ألمانيا ولكن كل ذلك من أجل استغلال هذا الشأن وتوظيفه لكسب الصوت وكسب الناخبين تطور الموقف الألماني من مراقبة أنشطة حركات الإسلام السياسي إلى مرحلة مناقشة حظر تلك التيارات والجماعات وتصنيفها كمنظمات إرهابية وإغلاق جميع المنابر والمراكز والجمعيات وغلق المساجد التي تروج للكراهية والتطرف حسب ما ذكر تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكفحة الإرهاب والاستخبارات ألمانيا الآن في الاتجاه الصحيح لتجفيف مصادر ومنابع التطرف كما يقول خبراء لكن الحد من تأثير الدور الخارجي لبعض الدول وأذرعهم في ألمانيا ليس بالأمر البسيط فهؤلاء يتغلغلون بقوة داخل الجاليات المسلمة ولكي تنجح ألمانيا في مكفحة التطرف لابد من قطع تلك الأذرع يما شواف قناة الغد برلين ولمناقشة هذه القضية نضم إلينا من بون غرب ألمانيا دكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكفحة الإرهاب والاستخبارات بعد تحيي دكتور السؤال الذي يطرح نفسه ابتداء ما هي مساحة اهتمام الأحزاب الألمانية بهذه القضية على أنجندتها أعني هنا الحديث عن جماعات الإسلام السياسي الاهتمام هو يشمل مساحة واسعة من الأحزاب السياسية لو تحدثنا عن الاتلاف الحاكم الاتحاد المسيحي يعتبر واحد من أبرز الأحزاب التي دائما تطالب الاستخبارات الألمانية بالكشف عن مخاطر الجماعات المتطرفة كذلك هي كانت داعمة إلى جانب الحزب الاشتراكي أيضا الذي هو شريك الاتحاد المسيحي في فرض رقابة وسياسات مشددة اتجاه الإسلام السياسي بكل أطيافه وكذلك التطرف وربما هذا كان وراء حظر عدد من المراكز والجمعيات وكذلك كانت هي وراء حظر حزب الله وإغلاق أيضا العديد من الجمعيات فإذا الأحزاب السياسية تدرك جيدا بأن الإسلام السياسي الجماعات المتطرفة باتت هدد يعني خطر يهدد أمن ألمانيا من الداخل وبناء عليه دكتور السؤال أيضا هنا الذي يطرح نفسه لأننا حسب ما فهمت في سياق تقرير مراسل هناك انقسام على ما يبدو في الشارع هناك من يرى ضرورة احتواء هذه الجماعات هذه الحركات إنجاز التعبير فيما يرى أخرون من الأهمية بمكان التفتيك من أساس تفتيك هذه الجماعات هناك وجهة نظر تقول داخل الحكومة الألمانية وكذلك داخل البرلمان أن المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية يجب أن تحظى بالدعم وهذا الدعم يجب أن يكون من خلال الحكومة فبدل ما تحتاج هذه أو ترتبط هذه الجمعيات والمراكز والمساجد في أطراف خارجية وتحصل على التمويل وتنفذ أجندة تهدد وتزازع الأمن المجتمعي داخل ألبانيا هذه الأصوات هي تطالب في احتضان المساجد والمراكز وقطع التمويل الخارجي ولذلك كانت ألمانيا ربما هي واحدة من الدول الرائدة داخل دول الاتحاد الأوروبية في منع إلى جانب فرنسا إلى منع التمويل الخارجي مع ذلك اعتمدت أيضا ألمانيا خطوة ناجحة جدا هو فتح أكاديمية خاصة في تدريب الأئمة ومثل ما جاء في تقرير الزمين يمان شواف بأنها كانت خطوة ناجحة في إيقاف تدفق أئمة متطرفين خاصة من ديتيب وكذلك ميليغورش وكذلك من جمعيات ومراكز أخرى مرتبطة بشكل مباشر في تركيا فإذن وربما في أطراف أخرى أيضا يعني فلذلك يجد أن هذه السياسة هي موضع اهتمام لدى شريحة واسعة على مستوى الأعزاب السياسية ترى دكتور جاسم في أي مرحلة هي إذن ألمانيا هل هي في مرحلة مراقبة أنشطة هذه الحركات أم أنها انتقلت أو ربما هي قريبة لانتقال إلى مسألة حظر تلك الطيرات والجماعات بشكل نهائي انتقلت بالضبط هي انتقلت إلى من مرحلة الرصد والمراقبة سابقا لم تملك الاستخبارات الألمانية ربما تفاصيل المعضلة التي كانت أمام الحكومة الألمانية هي لا تفصل ما بين الجماعات المتطرفة والواجهات التي تعمل خلفها على سبيل المثال الإسلام السياسي يمتلك شبكة من الواجهات المراكز الجمعيات الشركات لكن الاستخبارات الألمانية الشرطة الألمانية تحتاج إلى شواهد وأدلة تقدم إلى القضاء في سبيل أن يكون هناك فق ارتباط ما بين هذه الواجهات وما بين الأحزاب الإسلام السياسية أو التنظيمات المتطرفة فإذا جمع الشواهد جمع الأدلة أجد أنه ألمانيا الاستخبارات الألمانية خطت خطوة متقدمة وتجاوزت مرحلة جيدة ولذلك بدأت تتخذ قرارات هذه القرارات هي في حظر عدد كبير من الجمعيات التي تدعو إلى التطرف وكذلك ربما حظر كيانات أخرى تشهدها ألمانيا مستقبلا شكرا جزيلا دكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على خطة الرئيس جو بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية وأعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته في تبني مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وتنص الخطة التموح على تخصيص 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي الجديد على الطرق والجسور والمواصلات والإنترنت على السرعة ومكافحة تغير المناخ من واشنطن ينضم إلينا الأستاذ طارق الشامي الكاتب المختص بالشؤون الأمريكية بعد تحية أستاذ طارق قد يسأل سائل الذي يسمع الخبر الذي قرأناه الآن لماذا يمكن للجمهورين أن يعترضوا عن خطة طموحة بهذا الشكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في مجمالها هذا ليس فقط نعم هو مشروع ديمقراطيين لكن في نهاية الأمر هو مشروع للولايات المتحدة الأمريكية نعم يعني بالتأكيد هناك انقسام داخل الجمهوريين هناك نحو 17 جمهوريا في مجلس الشيوخ ربما سيوفقون على هذه الخطة لكن الغالبية طبعا وهم الثلاثة وثلاثين الآخرين يعترضون على ذلك لأنهم في الواقع الأمر هم ما زالوا تحت تأثير الرئيس السابق ونفوذه دونالد ترامب الذي يرى أن أي عمل وأي تعاون مع الديمقراطيين هو أمر سيء هو أيضا مدفوع برغبته للانتقام من الديمقراطيين وبأنه كان قد طرح نفس الخطة تقريبا ولكن بحجم أكبر تصل إلى تريليون ونصف أو تريليون وخمسمائة مليار دولار لكنها لم ترى النور أبدا وفشل في إقرارها لذلك فهو حانق على الديمقراطيين ويرى أن العمل معهم أمر سيء لكن في المقابل الآخرين السبعة عشر جمهوريا الذين وافقوا على عملية طرح المشروع والتصويت عليه اليوم هم في حقيقة الأمر تدفعهم عدة دوافع مختلفة بعضهم كان بالفعل على خلاف مع الرئيس ترامب عدد من السيناترز الذين صوتوا لإداناته من قبل بعد أحداث الكابيتول هناك شريحة أخرى ومنهم ميتش مككونل يرى أنه يجب يعني عدم إعطاء مبرر للديمقراطيين كي يسقطوا ما يسمى بالفولوبستر أو ألية الاعتراض والتعطيل في مجلس الشيوخ والتي تقتضي أن يكون هناك ستين صوتا لإقرار التشريعات ولذلك فهم سيوافقون على ذلك بالإضافة إلى الجزء الأكبر منهم والذين يرون كما تفضلت أنت في سؤالك وبأن هناك غالبية من الشعب الأمريكي وفي الدوائر الجمهورية التي تقترب فيها التصويت بين الديمقراطيين والجمهوريين هناك أغلبية من الشعب الأمريكي يؤيد هذه الخطة لأنها تصب في صالحهم وتعمل على تنمية بلادهم لذلك الموضوع له تشعبات لكن في النهاية سوف يتم إقراره إن لم يكن اليوم فسيكون الأسبوع حضرتك تؤكد ستسترق ما يحاول أو ما أكد عليه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قال إنه واسق من إقرار هذا مشروع القانون سر هذا الإصرار وهل من خلال متابعتك للمناقشات التي تدور الآن حتى هذه اللحظة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي هناك ما يشير إلى أو يؤكد هذه الثقة؟ نعم هناك تصريحات لعدد من السيناترز الجمهوريين كما قلت لك هناك إقرار والبدء في الإجراء نفسه إجراء التصويت وإجراء بدء النقاش 67 يعني 50 ديمقراطيين و17 جمهوريا وهذا يتطلب إقراره 60 فقط بمعنى أن لديهم 7 أصوات إضافية حتى لو خرج منهم 1 أو 2 أو أكثر ستظل الغالبية بيد الجمهوريين والعدد من الدمقراطيين وعدد من الجمهوريين وبالتالي في النهاية هناك ثقة كبيرة في تمريره لكن هذا لا يعني أن الجمهوريين يوافقون على المصار الآخر الذي سوف يسير فيه الديمقراطيون لأن هناك مصاران لمشروع البنية التحتية هذا المصار الأول الذي يزيد على تريليون هناك مصار آخر يتعلق بـ 3 تريليونات و 500 مليار دولار ما يسمونه الدمقراطيون بالبنية التحتية الإنسانية لأنها مشاريع تتعلق بعمليات إصلاح فيما يتعلق برعاية الصحية الرعاية الأسارية الرعاية المسنين والأطفال هل هذا المصار الآخر الذي تشير إليه سيكون أكثر صعوبة على ما فهمت منك؟ الجمهوريون جميعا متفقون على أنهم سوف يرفضونه وبالتالي سيلجأ الدمقراطيون إلى ما يسمى بالريكونسلييشن أو ما يسمى بالمصالحة وهو آلية يتم اللجوء إليها أحيانا تم إقرارها عام 1974 وهذه الآلية تسمح بإجراء تعديلات على الميزانية فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق ولهذا سوف يلجأ الدمقراطيون إلى تمرير المشروع من خلال هذا التعديل الذي تم ودون الحاجة إلى تصويت أي جمهوري بمعنى أنهم سوف يحصلون على الخمسين عضوا ديمقراطيا بالإضافة إلى تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس ليتم إقرار هذا الأمر وهو بذلك يستجيب إلى الخطة التي طرحها بايدن في مشروعه الانتخابي بإجراء هذه التعديلات طبعا الجمهوريين يعترضون ليس لشيء سوى لأن بايدن يقول أنه سوف يمول هذه الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات وعلى الأثرياء الذين تزيد دخولهم على 400 ألف دولار في العام وهم يرون أن هذا سيكون انتكاسة لمشروعهم الذي أقره بالإصلاح الضريبي عام 2017 في عهد رئيس ترامب بخفض الضرائب لذلك فهم يعترضون على زيادة الضرائب ومع ذلك فإن غالبية الشعب الأمريكي حسب استطلاعات الرأي 64 من الشعب الأمريكي يؤيدون زيادة الضرائب هناك أيضا 84 من الشعب الأمريكي يؤيد المصاري الأول الذي يتم مناقشته الآن وهو يتعلق بالإنفاق على المطارات وعلى الصرف الصحي والمياه والإنترنت وغيرها بالإضافة إلى 74% من الشعب الأمريكي يؤيدون المصاري الثاني الذي يتعلق بما قلته قبل قليل بالبنية التحتية الإنسانية التي تتعلق بالإنفاق على الرعاية الصحية ورعاية المسنين والأطفال والأسرية وأشياء أخرى كثيرة طبعا الجمهوريون ما زالوا يعترضون على ذلك وسوف يوصلون الاعتراض لكن الديمقراطيون وصلت الفكرة سيستاريك يجمعوا صفوفهم ويتغلبوا أنا أشكرك شكرا جزيلا وصلت فكراتك من واشنطن طارق الشامي الكاتب المختص بشؤون الأمريكية شكرا لك اشتركوا في القناة قتل أكثر من ثلاثين شخصا في معارك عنيفة بجنوب السودان بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها رياك مشار نائب رئيس البلاد واندلعت المعارك في ولاية أعالي النيل بين القوات المولية لمشار وتلك التي تدعم رئيس هيئة الأركان العامة للحركة وجاءت هذه تطورات بعد أيام من إعلان خسوم مشار أنهم عزلوه من رئاسة الحركة وجناحها العسكري بينما اعتبر حلفاء مشار أن ما حدث انقلاب فاشل أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية بدء استقبال طلوات الرغبين في أداء العمرة من مختلف دول العالم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وأعلنت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى ستين ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا ويكون إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا حسب تصريح الوزارة توصلت لاستخبارات الأمريكية لقاعدة بيانات ضخمة مستمدة من عينات فيروس كورونا في طريقها لاكتشاف أصل منشأ الفيروس التاجي إلا أنهم بحاجة لمن يترجم البيانات من لغة الماندرين الصينية القديمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر